مرة تانية مساءكم خير وزي ما بدأنا الحلقة وإحنا بنتكلم عن تحديات حقيقية حصلة فيه كتير من القطاعات من دقيقة كلما نكلم حضراتكم عن القطاع العقاري قطاع السيارات والسيارات في مصر ليست رفاهية بالمناسبة فأي حد بيتكلم عن ارتفاع سعر السيارات وانتو تتكلموا في العربيات والأزمة دي ده جزء من القضية لكن احنا عندنا تحرك حقيقي من الدولة وجهود حقيقية بعد كاب 27 بالمناسبة مصر ما زالت رئيسة ملف البيئة لحد 23 لحد السنة اللي جاي لحد ما تسلم الإمارات فما زلنا على رأس أو العالم بينظر إلينا إيه القرارات اللي بنعملها وإزاي بنكمل فالصناعات النظيفة والطاقة النظيفة دي حاجة لاغن عنها والحديث عن السيارات الكهربائية ومستقبلها في مصر احنا متشرفين أنه يعني في شخص عزيز على شخصيا وعلى كتير من المشاهدين مهندس جمال عسكر خبير السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أنا بفرح ومبسط وأستفيد لما حديك تكون موجود معنا نورنا نورنا بشخص أنا خليك يا سيد خير أحاديك وكل السادة المشاهدين الأول أسأل السؤال الدبلوماسي الهادي ولا أدخل في الموضوع على طول نحن نريد أن نشتغل بمبدأ على الهادي يا زباة طيب نبقى له طوف الهمية الستراتيجية ليه أنه يبقى عندنا سيارات كهربائية في مصر ومن ناحية تانية خلاص بقى فيش هدوء بعد كده المقاومة العنيفة من سوق السيارات لإنه دي يحسب فيه إيه؟ احنا متأخرين كده لإيه؟ تمام الأول بس نقول إيه أن مصر عملت حدث كبير كده الناس كلها أغلبياتها احنا عندنا مشكلة بس في مصر ما بنثقفش المواطن فيه ناس كتير تسوي يعني ايه كوب؟ يعني ته السبعة وعشرين ممكن المؤتمر السبعة وعشرين تاب الكوب ده اللي هو الـ ملتقى الأطراف كلها وكده فلازم الناس بعرفها وعرفين أن احنا عندنا في مؤتمر باريس يعني المؤتمر ده كان أساسي أنه هو عايز يطبق كل ما ورد في باريس فباريس بتقول أن احنا عايزين ندفع مليارات عشان نبدأ نمنع التلوث والانبعاثات الكربونية السمة اللي بتسببها الشركات العملاقة والدول العملاقة في الدول الفقيرة ليه لأن الدول الفقيرة ما بيهمها الإنسان الدول المتقدمة بتبحث عن الهومان كابيتل أساس قيام الدول هو وجود طاقة بشرية مش هزيلة يعني صحتها كويسة متعلمة كويسة عشان تقدر توصل في كل مكان هتستغربي لما تسمعني في شركة عندها مية وسبعين ألف موظف منهم سبعين ألف موظف بيشتغلوا في البحث والتطوير تخيالي احنا بنقول دايماً إيه؟ عندنا في الشركات كلها في الماناجمين بنتكلم على البرودكتف سطف والنبرودكتف سطف والنسبة تبقى دايماً بين المنتجين وغير المنتجين النسبة بتاعت المنتجين وغير المنتجين أنا بتبصي المية ألف وسبعين ألف أقصادهم هم مش منتجين بس دول بينتجوا بإيه؟ بده إحنا عندنا من ده إحنا عندنا من ده كتير قوي بس الناس اللي عندها ده فيه ناس كتير بتحاول تديهم كتف شمال فيبعدوا عن المنظر ونبدأ نصور اللي بيسموه بالدارج يعني الفنكوش إحنا محتاجين الراجل المبدع الراجل اللي في مكانه يقدر ينتج البرودكتفتي والأفاشنسي الكفاءة والانتاجية هم نمر واحد في كل دول العالم المتقدم موافقة بس نبدأ إلا في سوق السيارات يعني الحاجة بتقوله ده كلام لطيف تكلمني عن سوق السيارات يعني الراجل اللي بيستورد أو المستورد السيارات وكيل السيارات الكبير في مصر طبعا ليه ما تحرجش بسرعة عشان على الأقل يستورد سيارات كهربائية مش هقول نصنعها في مصر هيا سأل حضرتك هنيجي في سؤال نصنعها في مصر النقطة دي كويس قوي بس إحنا عندنا مشكلة في الاعتمادات المستندية للدولة عملتها إن الدولة بتعتقد وكلمنا في الحلقة دي الفرطة اللي فاتت كلمنا قبل كده على إن الدولة بتعتقد إن السيارة دي رفا هي فعلى سبيل المثال سيارات كهربائية عليها إعفاءات جمهورية اتقدم طلب عشان نجيب أكل وتقدم طلب عشان نجيب قطع غيار سيارات طبعا نأجل لك لا أجل لك أجل لك فجابوا الايه؟ الحاجة المطلوبة للأكل طيب كويس الأكل موجود فين؟ موجود في الحقل في السعيد وفي الفلاحين طب عايزين ننقاله نجيبه القاهرة عشان نوزعه للأسواق من أول سوق العبور وحنا ندخلنا كل الأسواق فقطع الغيار مفيش والعربيات وقفة في التوكيلة بتاعت السيارات عبارة عن حديدة على وقفة على الأرض لازم إحنا هنا بقى إيه؟ احنا أجلين نفكر خارج السندوق ده مش محتاجة تفكير خارج السندوق ده صندوق إيه ده خالق على آخر ده نايمة في السندوق فنقول يا جماعة طب إزاي ما هي قطعة الغيار دي مطلوبة عشان دي مش رفاهية دي بتحرك العربية وكل الناس اللي عندها فليت أونر اللي عنده تلاتين اربعين خمسين عربية والتريلات بتجيب وبتشتغل العربية دي كلها بتقف طب انت بتعمل خسارة على مين؟ حضرتك خسارة الأكل هيبوز وكل حاجة الناس مش هتنقل بالحسار نعم فهمت أصد حضرتك في دي يعني هو حضرتك شايف أنه الظرف الاقتصادي العالمي هو اللي أثر على ده لكن مش هي يعني مش هي رؤية أو قرارات فردية من الأشخاص لا طبعا الناس كلها عايزة تشتغل الدولة عملت هنا حاجة مهمة جدا عملت شبكة القومية الاستراتيجية للطرق ففتحت لك طرق فتحت لك مدن وفتحت لك مناطق لوجستية كبيرة جدا بتشابه إلى حد ما المناطق اللوجستية اللي موجودة في جبل علي في الإمارات طيب نعم الاتنين بقى طرق ممتازة مدن جديدة تفتحت مناطق لوجستية عندنا مواني خلاص نبدأ نشتغل أنت عندك مشكلة النهاردة أنت حجم سوق ضعيف أنت في مصر في خمس سنوات مضت كان عندنا سبعتاشر و2018 و2019 و2021 في 2017 كان حجم مبيعات حجم مبيعات السوق في مصر ومية وثلاثين ألف عربية حدويتك شايفه ضعيف جدا 18 تكلم على مية ثلاثة وتمانين ألف التسعة عشر بنتكلم على مية ثلاثة وتسعين ألف 20 بنتكلم على مية ثلاثة وتسعين ألف 20 275 ألف عندما تجيب الخمس أرقام دي تسمع لخمسة هيعملهم مية وخمسين ألف عربية في السنة ده المتوسط وهو بصراحة رقم مفاجئ بالنسبالي لأن احنا مئة مليون لا ده رقم صادم لا ده رقم مية وخمسين ألف عربية السعودية 34 مليون مواطن بتتكلمي تقريبا من 900 مليون عربية في السنة مع اختلاف دخل الفرد ودخل العام والنتيجة حاجات كثيرة لكن لازم بقى فيه نسبة وتناسب وهو السؤال الأهم مش بس السوق المحلي قدرتنا على التصنيع للمنطقة انتي بوابة أفريقيا حل طب ليه ما ناخدش أكشن احنا بس عندنا مشكلة وانا بس نلاحظ بمستوية المتواضع بلاحظ ان احنا خد قرار اول ما تاخد قرار هات شخص قوله الملف ده بتاعك اول حاجة في هذا الشخص لازم يكون ليدر لازم يكون عنده مانجمنت ستايل لازم يكون عنده مهارات التفاوض انا شفت ناس بتسافر موجودة هنا ببعرفش كلم انجليش فده عنده مشكلة هاته تقعد مع ازاي مع شركات وتقعد مع فكر ناس بقى دكتور تقعد ناس بقى بالتمثيل الدولي لا دي نقطة عايزين نملاها حلقات لا دي حاجة مونمثيل دا حاجة التانية لما تيجي تعمل اتفاقية في عندنا كورن الكونتركت مش اي حد بيعرف يكتب كونتركت بالذات في صناعة يعني هدائج بتقول ان احنا متعطلين بسبب ان احنا بيبقى فيه الارادة السياسية موجودة اننا طبعا نشجع صناعة السيارات وتحديدا سيارات كهربائية ممتاز وفيه قرارات ممكن تساعد ممتاز وفيه قوانين بتدعم ده طب هي عطلانة عند شخص او عند اشخاص عند اشخاص ولما تودي مع اشخاص واشخاص ليهم ثقل تودي معهم تلاقي فكره راجئي كان بتاع عشر خمس شهر سنة فاتت النهاردة جماعة احنا داخلين على ثلاثة وعشرين فحجم سيارات النهاردة كل الثلاثة عربيات موجودين في العالم كهرباء منهم اتنين صناعة الصين وواحدة صناعة اي دولة تانية لما تروح الصين وان روحت الصين كتير مصانع بشكل ما تتخيلهوش احنا دايما لما كنا نقول ايه كلما نروح دبي لو روحنا دبي كل يوم تلاقي فيه حاجة جديدة بس حاجة جديدة مش في الصناعة حاجة جديدة في السياحة مسأل على سبيل المسال لكن تروح الصين كل يوم في مصنع بتعمل كل يوم حاجة جديدة تتكلم على ناس بتشتغل مثلا بتنتج في السنة من 16-18 مليون عربية انا بعد الفاصل عايزة ارجع اسأل حضرتك على ايه اللي نجح التجربة المغربية مثلا في صناعة السيارات دا انا هنقض فيها حال ايه انا عارفة ناس كتير كمان عايزة تسمعي جبت السوال ده مهندس بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع المهندس جمال عسكر خدير السيارات ورئيس لجنة الصناعة ونقابة المهندس موسيقى اهلا بحضرتكم مرة تانية في التساعة بنستكمل حوارنا حول صناعة السيارات وتحديدا صناعة السيارات الكهربائية هذا الملف اللي اعتقد انه في اولى اولويات الصناعة بشكل عام هي في اولويات الدولة في الوقت الحالي نتكلم عن صناعة السيارات نتكلم عن انتعاشة حقيقية للاقتصاد المصري للسوق المحلي للسوق الدولي وللمنطقة زي ما مهندس جمال كان بيكلمت قبل الفاصل كنا بنسأل حضرتك على واحدة من التجارب الناجحة جدا من احدى الدول العربية وهي التجربة المغربية ايه اللي عملوه وايه قصة النجاح وكيف يمكن مش عايزة اقول تكرارها بس كمان البناء عليها في مصر هسأل هايك سؤال انتي لو قلت حضرتك عارفة الان ماسك تسلا قالوا له في الصين تعالى وهنديلك ارض المتر بمية جنيه وشوف الارض انت عايزة قالوا له انا مية جنيه كتير طب لغة بوصل لغة لما تدول الارض ببلاش طب كذا مفيش درائب طب كذا مفيش كذا المهم جابوك قعد سنتين بعد سنتين خدوا التكنولوجيا كلها بتاعت التسلا عامليني النهاردة عربيات في الصين احسن من التسلا option اعلى من التسلا بنص ثمن التسلا انا بديك مثلا عشان اقرب لك انه مش بس الاتاحة دي خلقت فرص في اللحظة دي لكن خلقت فرص للمستقبل خقدتني النوهاو وشغلت قدي ايه بقى من حجم البطالة اللي موجودة جي حاجة المغرب المغرب النهاردة بتعد الدولة رقم خمسة على مستوى العالم في تصدير السيارات للتحد الاوروبي اياما فخرنا تحدث عن المغرب بقى يبقى المغرب بتتكلم في سناعة السيارات الشركة الام جات زارة الشركة خطوط الانتاج في المغرب عشان تعرف هما بيطلعوا الربح ده منين فلاقوا الملك قالوهم مفيش جمارك مفيش درايب مفيش 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 ودهم الأرض ده هم سامحية عشان يشتغلوا عملوا ايه بقى شغلوا الشباب انه هوا كلها بالكامل اشتغلت بدأوا يشتغلوا هما في الاران دي ويتطوروا هما بما يتلقم مع طلب يعني حالك بتشتغلي على ايه بتشتغلي على الديماند احتياج السوق الناس عايزة ايه؟ عايزة كذا انا ما شايف الشركة الام بتعمل كذا لا انا جيب حد اجيب مطور والمطور ده ام زي ايه تحتيه؟ لما تروح يصين حضرتك تلاقي الراجل الجاه بس دقيعة وورا تلاتين واحد مسكين تلاتين اجندة وثلاتين قلم زي ده شكل بعض ما فيش حد فيهم بيتكلم خالص مشكلة الصنين الجيل القديم لا يتحدثون الانجليزية فجايبين بنت شي كده او شاب مهندس كده يترجم 20-25 سنة يترجم بس وينمل واللي قاعدين ورا دول كلهم بس بيكتبوا يكتبوا يكتبوا ما بيروش عالقالص يكتبوا ليه؟ عشان تتعلمي وشكلة الليدر انه لازم يبقى تحتيه سابليدرس وسابليدرس تحت كلهم ليه؟ عشان اما واحد يبقى مش موجود يبقى يبقى يبداله في حاجة اسمها في الادارة اسمها الديليجيشن ازاي انا مش موجود اعمل توصية او اعمل انا نفس اتكلم معك في الادارة انا عارف ان حضرتك يشاور ان احنا عندنا قصق قصق يعني ازمة في مش بس الازمة الحقيقة عمرها انا شخصية امي وشفتها في اتخاذ القرار لكن في تنفيذه حضرتك قلت مثل مهمة جدا عن التسهيلات للدول بتديها عشان تشجع الصناعة مبادرة ابدأ مثلا وكتير من المبادرات الصناعية لتشجيع الصناعة حضرتك شايف انها الى اي مدى ممكن تزوئن زق كبيرة لقدام وتحديدا في ملف الصناعة السيراط لانه تسهيلات ضربية تسهيلات في الاراضي قولي نقدر نروح فين او نبتدي من في مصر نوصل الى هذا المصر انا بس عشان ما ازعلكيش عايز اقولك ايه اديني حاجة وقليلي خد الموضوع ده اخدنا فيه قرار واشتغلنا فيه وطلعنا من اخر منه ايه انتاج انا بتكلم مثلا على على سبيل المثال السيارة اللي هنجيبها للمغتربين برا مصر هل القرار نزل في الجريدة الرسمية لغاية النهاردة ولا لسه منزلش لسه منزلش تكلم عن مجلس الاعلى لصناعة السيارات اسم رهيب اسم يخدك ليه مش موجود طب انا عايزين بقى انتاج من هذا الكلام عشان يطلع في النور نجيب خبراء نجيب مستشارين يساعدوا رئيس مجلس الوزراء في الجزئية دي بالذات ليه صناعة السيارات الصناعة بشكل عام هي قاطرة تنمية للدول صناعة السيارات دي حاجة فوق الامتياز ليه انت بتخرجي من الجامعات سنويا ما يقرب من خمسين ألف مهندس خمسين ألف مهندس دول منهم حوالي خمستاشر ألف مهندس ميكانيكا والكهرباء طب لو انا ما عملناش المصانع دي وعملنا سيارات وعملنا حديده الصلب وعملنا 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 تشتغل فين؟ هل الجامعة مفروض انها كل سنة عامة تفريخ بتفرخ تكتاكيت وفراخ والناس تكلها والدي ناس عايزة تشتغل في أماكن ونوظفهم بأعدادهم احنا كمان عندنا مشكلة في نقاط ومصيني في بعض المعاية بتاخد أرقام قليلة جدا لهندسة دي هتعمل مشكلة كبيرة جدا في سوق العمل المصري احنا بس بنتكلم على جزئة ايه الديني في دي سجن ميكر رئيس الدولة النهاردة مين في مصر دي سجن ميكر رئيس الدولة ولكن عندما ياخد القرار ده الناس اللي تحت السابليدر دي لازم يشتغلوا ويقدموا مرضود ده في تايم فريم في وقت معين لازم نخلص ايه في هذا الموضوع اللي في القطاعات المتخصصة مسميها الكي بي ايس او الكي بيرفورمانس انديكيتورس اللي هي معدلات قياس الأداء مين بقى بيقيس الكلام ده عشان يعرف ان احنا خدنا القرار ده وعملناه هنا بس عايز يشيد بقرار كويس قوي كنا مع تعيين الدكتور سيد اندي رئيس جامعة حلوان وهو واقف على المنصة بيقول الكلمة بتاعته لما ترقى ومسك الرئيس النمعة ففيه تلت اربع طلبات اتقلق قدامه اخد فيهم قرار اميديات لي في دقيقة وشاور حضرتك هتتابع الملف ده حضرتك هتتابع الملف ده ساعتك هتتابع الملف وترجعولي بالكلام ده عشان ايه نشوف اخباره ده مهم جدا ومدي كل واحد ايه مدى زمني يرد عليه في المشروع مدى زمني رئيس بتاعنا بقى استاذر مدى زمني او انا عارفين رئيس ياخد مدى زمني قليل قبل موقتين ايخلص انا مهم جدا اسأل حرارك السؤال الاخير ده الى اي مدى ممكن مش بس الصناعة اللي هي نقدر نتوقع انها في خلال سنوات قليلة لأي مدى حضرتك تنصح اذا الدولة اهتمت بملاف صناعة السيارات اهتمت بصناعة السيارات التقليدية او الكهربائية الكهربائية طبعا ليه احنا عندنا عشرين تلاتين اغلبية دول العالم خلاص مش هتشتغل بنزين ومش هتشتغل ديزل وقود احفوري اي شركة في العالم بتديكي تحزير بتقولك انا من سنة كذا هشتغل عربية كهرباء فخد بالحضرتك ان انا بعد سنة كذا مش هدي لك قطع غيار فحضرتك تبقى عمل حسابك ان احنا مش هيبقى عندنا كده طبعا مين بيشتغل الحاجات التانية او البرندات اللي هي من غير برند بيشتغل بيديك القطع الغيار كوبي شبه القطع اللي موجودة عندي فهم بره بيفكروا كويس جدا والموضوع بسيط جدا بالنسبة لهم لكن انا بقول لما اتخذ القرار طب خلينا احنا نقول الفكرة النهاردة و احنا عاديين مع بعض انا النهاردة في مصر مثلا عندي 7 مليون توك توك تقريبا هل انا لو جبت النهاردة للدكتورة دينا جبت لها مستثمر قلت لها انا عايز قرار سيادي من الدولة يقول احنا هنجيب حد يعمل المشروع فروم ايه توزد يموله فروم ايه توزد بس الناس تديله تسهيلات وتديله كل السقف بتاعه وهو هيبدأ يشتغل على الموضوع ده انا مش ممكن اجيب حد موضوع الدولة بتشتغل عليه يعني جات بالاستثمارات بالطريقة دي حضرتك كمان نوات وقلت احنا مهمتنا التسهيل حال انا عايز اتكلم ان مشروع زي ده في مليون توك توك بتتكلمي في حدود 8 مليار دولار انا لو اجيب لك الممول ابو 8 مليار او 10 مليار ويشتغل يعمل لك مركبة كهربية خفيفة بديلة عن التوك توك هتحميك من التلوز تحميك من الحوادث زي ما حضرتك فعلا قلتني في الفاصل مش الحل ان انا اقول ايه لغي توك توك الحل ان انا قدم بديلة لازم اليابان اعلمونا ازاي تدي المشكلة ومعها حل شكرا ونشوف الحل كويس ولا ايه لو احنا عايزين نعدل لانا نعدل عليه شوية عشان يظهر بالصورة المطلوبة طبقا للرؤية كلها انا بشكرك انا بشكرك كالعادة مهندس جمال عسكر خبير السيارات ايسلل الصناعة بنقابة المهندسين نورتنا كالعادة بشكرك بتمنى انه في لقاء قريب يبقى كل اللي حضرتك كلمتين عنه عن مستقبل صناعة السيارات الكهربائية ولا نعرف انه مصر من اسواق الهامة جدا لكل المستثمرين العالمين وان مصر عندها الارادة الحقيقة لكل هذه التسبيلات ان شاء الله يعني زي مهندس جمال عاستعيير لغتك يعني قال لأ نقدم نتائج ان شاء الله في الوقت القريب دي كانت حلقتنا من التساعة شوفكم على كل خير